موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة المحاضرة الفاتت وقفنا عند وردة الرياح الويند روز بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بالويند روز المهاردة وهنقول إيه هي الويند روز قبل ما تعرف إيه هي الويند روز وفيما تستخدم الويند روز خلينا نعرف وإحنا في المطار عايزين نعرف إزاي بتوقاص سرعة الرياح طبعا في أجهزة متقدمة في قياس سرعة واتجاه الرياح ولكن أنا عايزة أعرف الأداء اللي من خلالها الطيار وهو قاعد في الطيارة بيبدأ يبص عليها ويعرف اتجاه وسرعة الرياح الأداة دي بتسمى بـ الويند ساك أو الويند ساك الويند ساك هي أداة لقياس اتجاه وسرعة الرياح داخل المطار في الرانوي بيبقى شكلها عبارة عن قطعة قماش زي ما احنا شايفين بتبقى شكل وغدة شكل مخروطي متقسمة إلى أو متقسمة لكزا حتة بالمنظر ده أبيض وأحمر بالشكل ده وطبعا بتبقى متعلقة على زي رد بالشكل ده مسموح لها لها تلف 360 درجة بحيث أن هي تحدد اتجاه الرياح وفي نفس الوقت تحدد سرعة الرياح لو نشوف الفيديو ده كده طبعا تسمعين سرعة الرياح وده بيبقى شكلها ده ويند ساك أو الويند ساك طيب نرجع لوردة الرياح أو الويند روز الويند روز بتستخدم في إيه قال لك أول حاجة بتستخدم في تحديل اتجاه المهبر الرانوي اوريينتيشن حنشوفي إزاي خلينا نقول برضو أن الطيارة بتقلع أو بتهبط بتعمل عملية تيك أوف أو لاندينج ضد اتجاه الرياح بعد كده قال لك بيتم اختيار اتجاه المهبط بحيث يغطي 95% من نسب هبوب الرياح بحيث تكون مركبة الهواء العمودية أقل من 15 ميل في الساعة طبعا سرعة الرياح بتقاس بالميل في الساعة يعني ايه الكلام ده هنعرف قدامه ولكن تعالي دلوقتي نفسر مع بعض الطيارة بتقلع أو بتهبط ضد اتجاه الرياح إزاي؟ نخلق الفيديو ده خلينا بس نقط الصوت عشان يدعيه نعرف نشرح طيارة زي ما احنا شايفين دلوقتي بتبدأ هتقلع من الرانوي اهو اتجاه الرياح هي بتقلع ضد اتجاه الرياح الدرياح جاء من منظر ده وهي بتقلع اتجاهه او ضده ليه بقى؟ اهو حاجة اسمها الـ Forward Motion Forward نجابها تاني اهو عد الـ Wind حاجة اسمها الـ Forward Motion بحيث ان الزراع بتاع الطيارة او جناح الطيارة لما الهوى بيجي ضده بيعمل حاجة اسمها الـ Forward Motion اللي هو بيعيق حركة الطيارة طبعا عارفين ان الهوى او الرياح بيعيق حركة الطيارة طب ايه اللي هستفاده لما يعيق حركة الطيارة حركة اللي زايدين بتخلي المحرك يصل لسرعة اسرع فبالتالي تقطع مسافة اقصر على الـ Runway وهو ده الغرض منه لانا مش عايزي الطيارة تقطع او تقطع مسافة طويلة على الـ Runway عشان تعمل عملية الـ Take Off لانا عايزة تقطع مسافة قصيرة طب المسافة قصيرة دي احققها امتى لما تقلع ضد اتجاه الرياح فالرياح يعمل لها عملية مقاومة فبالتالي تخلي سرعتها تزيد في مسافة قصيرة وده اللي احنا نشوفه دلوقتي اهه ادي الطيارة منظرين فوق وتحت اوه لو نيجي نبص على الـ Wind Sock اللي هي اللي بتقيس سرعة واتجاه الرياح هتلاقي فوق هنا مفروضة على الاخر معنى ايه مفروضة على الاخر؟ معنى ان اتجاه الرياح جاي الناحية دي لو نيجي نشوف هنا ثواني هتلاقي لو نيجي نشوف هتلاقي اتجاه الرياح جاي في الاتجاه ده اتجاه الرياح جاي ازاي؟ جاي كده عشان كده هي اتفردت طب ايبقى اذا الطيارة هتلاقي بيطير ازاي؟ بيطير في الاتجاه ده في ضد اتجاه الرياح لو نيجي نبص على المنظر اللي تحت هتلاقي ايه؟ مش مفروضة ده معنى ايه؟ معنى ان مفيش اتجاه الرياح معنى الرياح اللي جاي رياح ضعيفة جدا او تكاد تكون مفيش اتجاه الرياح من اصل والطيارة هتبدأ تقلع تعال بقى نشوف الفرق ما بينهم ايه؟ ايه؟ لو نيجي نشغل او لو نيجي نشغل دلوقتي مع بعض اهي اتلاقي الطيارة اللي فوق بدأت ايه؟ تقلع في حين الطيارة اللي تحت ما ايه؟ ما صلاش حاجة اهي؟ تاني اهي طيارة بدأت ايه؟ عملية اللي اكلها تلاحظ هتلاقوا ان هم جوهم عند النقطة دي بالزبط وبدأت الطيارة تقلع ما ادري في حين ان الطيارة دي لسه عايزة تزود من سرعتها يعني تقطع مسافة تاني عشان تبدأ عملية التيك اوف وهو ده الغرض من ان انا اخلي الطيارة تقلع ضد اتجاه الرياح طيب زي ما قلنا ان سرعة الرياح بتقاس بالميل بر اور اللي هو ميل في الساعة فعلا نشوف بقى الوردة الرياح وردة الرياح ما هي الا دوائر متحدة المركز كل دايرة من دي بتعبر عن سرعة محددة للرياح مثلا المركز بيبقى زيرو يبقى زيرو ميل بر اور بعد كده دايرة اللي بعدها تبقى اربعة ميل بر اور خمستاشر عشرين خمسة عشرين خمسة وتلاتين ده معناه ان السرعة سرعة الرياح من سفر الاربعة هتتواجد داخل الدايرة السودة سرعة الرياح من اربعة ل خمستاشر هتتواجد ما بين الدايرة السودة والدايرة الحمراء سرعات الرياح اللي هتبقى سرعاتها محددة من خمستاشر لعشرين هتبقى موجودة ما بين خمستاشر وعشرين وهكذا طب في نزامين فيه ناس تقول لك انا هامشي بتدريج الرياح سفر اربعة خمستاشر عشرين خمسة عشرين خمسة وعشرين خمسة وثلاتين وفي نظام تاني اللي هو همشي سفر اربعة خمستاشر واحد وتلاتين سبعة واربعين. سواء هنمشي على دي او على دي هي هي واحد. احنا هنمشي على ايه? هنمشي على اللي في الجنب اللي هو سفر اربعة خمستاشر واحد وتلاتين سبعة واربعين. طيب وده شكل المنظر او صورة الرياح. اه او وردة الرياح. المنظر احنا شايفينه ده. بيبقى فيه اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب والاتجاهات الفرعية كلها. بعد كي تبقى ايهي? دوائر منتحدة المركز. هدي الدائرة اللي في النص. الدائرة التانية والتالتة والربعة وهكزا. طبعا احنا شغالين عن نظام اللي هو اه اربعة خمستاشر اه واحد وتلاتين سبعة واربعين. والارقام اللي في النص دي انا اعرف هي جات منين? وازاي بنعملها بالشكلة. طيب. اعلى نشرح وردة الرياح من خلال مسال عملي ونبدأ نطبق عليه. اه اه اتجاه الرياح او وردة الرياح عشان نبدأ نعملها لازم اقيس سرعة الرياح في المنطقة لمدة سنة. فبالتالي بيجوا على المنطقة اللي انا عايز انشئ فيها المطار والمنطقة اللي انا عايز ابدأ احط فيها الروي بتاعي. بقيس سرعة الرياح فيها على مدار العام. على مدار السنة. وابدأ اسجل البيانات بتحتي. طبعا بقيس سرعة واتجاه الرياح في كل الاتجاهات الرئيسية والفرعية. وابدأ اسجل وبعد كده اعمل فلترة للسرعات واجيب واحسب المطاصل. المهم ده مش شغلنا. وفي الاخر من اتجاه الرياح بيطلع بالشكل ده كده. يديك شيط بالمنظر ده. ادي اتجاهات الرياح كلها في الاتجاهات الاصلية والفرعية. ويديك نسبة حجوب الرياح. ويبدأ يقسملك سرعات الرياح. يقولك والله السرعة مسلا من اربعة الونخمستاشر كانت نسبها بالشكل ده في الاتجاهات الفرعية او الرئيسية. طب سرعات الرياح من خمستاشر لواحد وثلاثين بتبقى بالمنظر ده. سرعات الرياح من واحد وثلاثين لسبع واربائين بتبقى بالمنظر ده. وبعد كده يديك التوتل لو يبدأ يجمعها. فمجموع نسب هبوب الرياح في اتجاه الشمال وهكذا البقى انا هعمل ايه؟ الداتة دي هتبقى معايا باخد الداتة دي من الناس اللي هيبداوا يقصوا لي سرعة واتجاه الرياح وابدأ من خلالها ارسم وردة الرياح وادرس عليها ازاي احط الـ Runway بنمسك الجدول دا ونحط تحت تلت خانات بالمنظر اللي احنا شايفينه تحت هنا خانة بيسموها الـ Calm يعني حالة الرياح فيها بتبقى هادية جدا بعد كده حاجة اسمها الـ SubTotal وحاجة اسمها الايه؟ التوتل SubTotal وTotal اللي انا بعمله ايه؟ بمسك مجموع النسب دي كلها اجمعها وحطها فين؟ في الـ SubTotal واخد مجموع النسب هبوب الرياح من 15 الـ 31 اجمع كل النسب دي وحطها في الـ SubTotal كذلك برضو هنا من 31 إلى 47 اجمع مجموع النسب دي وحطها في الـ SubTotal وبعد كده هم يجمعهم كلهم يدوني نسبة هنا زي هنا مثلاً 95 واربعة من ايه؟ من 10% طب المفروض مجموع النسب هبوب الرياح التوتل تبقى 100% طب هي طلعت 95 واربعة من 10 ازاي؟ لان احنا ما حسبناش سرعة الرياح المحصورة من 0 الـ 4 ما عندنا سرعة الرياح محصورة من 0 الـ 4 ما خدناش هنا في الاعتبار ليه؟ لان احنا بنشتغل من 4 الـ 47 طب والباقي الباقي هو ده بقى اللي هيبقى النسبة يبقى نطرح الـ 95 واربعة من 10 من مية في المية هيدين 4 وستة من 10 الـ 4 وستة من 10 دول هم اللي هيمثلوا سرعة او نسبة هبوب الرياح من 0 الـ 4 ايه؟ ميل في الساعة عشان كده بنحطها في خانة اسمها يعني ايه؟ يعني حالة هبوب الرياح بتبقى ضعيفة جداً مش هتأثر معنا في ايه؟ في حالة طب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بروح ارسم وردة الرياح بعمل ايه؟ برسم بسكيل مناسب مجموعة من الدوائر اللي احنا شايفينها كل دايرة بتعبر عن سرعة محددة اللي هي سرعة اربعة خمستاشر واحد وتلاتين سبعة وربعين وبعد كده ببدأ احط اتجاهات الشمال بتحتي والاتجاهات البصلة الرئيسية والفراعية وبعد كده ببدأ اقسم وردة الرياح اللي احنا شايفينها دي الى ستاشر قسم بالمنظر احنا شايفينها ده عاملة زي البيتزا ببدأ اقسمها ستاشر قسم بحيث ان كل قسم هنا كل زاوية هنا تمثلي اتنين وعشرين ونص ايه؟ درجة لان طبعا هي تلتمائة وستين درجة فكل قسم هيمثلي اتنين وعشرين ونص ايه؟ درجة وابدأ قسمها بالمنظر ده بحيث ان كل قسم من ده يقابل اتجاه معين يعني النورث هنا الشمال هيقابل لي جزء معين طب الاست هيقابل لي جزء معين الساود هيقابل لي جزء معين وهكذا طب بعد كده بعمل ايه؟ الارقام دي الجوه دي جات ازاي؟ هنعارفين ان من مركز الدوائر لغاية السرعة اربعة بتمثل السرعة الهادية هي القالم طب اروح على الجدول القالمس دي اهي اربعة وستة من ايه؟ اربعة وستة من عشقه يبقى هاجعة هنا ومحاطط في النص اربعة وستة من عشقه بعد كده من اربعة لخمستاشر من الدايرة اربعة لخمستاشر مفروض اشغلها بنسبة هبوب الرياح في الرنج ده ارجع تاني ادي من اربعة لخمستاشر اخذ النسب دي كلها وابدأ ايه؟ احطها على حسب اتجاه كل ايه؟ الموجود من ده مثلا هنا واحد وتسعة اهو ادي النورس ادي اخام واحد وتسعة طب هنا ان ان اي تبقى تنين وستة من عشق اهو اتنين وستة من عشق وهكذا البقى واملى الايه؟ الدايرة دي طب بعد كده السرعات من خمستاشر الواحد وتلاتين ادي السرعات من خمستاشر الواحد وتلاتين اخذ النسب دي وابدأ ايه؟ برضه احطها هنا طب السرعات من واحد وتلاتين لسبعة وربعين اهو اروح السرعات من واحد وتلاتين لسبعة وربعين اخذها وابدأ احطها برضه فين؟ في الدايرة بتاعتها او في الجزء بتاعها بعد ما خلص وردة الرياح بالمنظر ده خلاص دي الوقت بقى عندي وردة الرياح دوائر متحدة المركز بدأت اقسمها لستاشر قسم كل قسم بياخد اتنين وعشرين ونص درجة بدأت احط البصلة بتحتي اتجاهات الاساسية والاتجاهات الفرعية وازبطها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وابدأ اخذ الداتا تحت او مناسيب الرياح وابدأ اوقعها على وردة الرياح وخلاص كده انا خلصت وردة الرياح ابدأ اعمل الاناليسز عليها ابدأ احل الوردة الرياح بحيث اللي انا اجيب اتجاه المهبط وانه هنا بقى نرجع للنقطة اللي احنا كنا اقيلين عليها انه بيتم اختيار اتجاه المهبط بحيث يغطي 95% من نسب هبوب الرياح يعني ايه؟ يعني لو نيجي هنا ببدأ بقى اجيب ورقة شفافة بالمنظر ده كده وابدأ عرض الورقة الشفافة دي بتبقى نفس عرض الدايرة التانية ليه 15 مير بير اور ليه 15 مير بير اور؟ لان برضو لو نرجع تاني الورا بتقولك ايه؟ انه بيتم اختيار اتجاه المهبط بحيث يغطي 95% من نسب هبوب الرياح بحيث تكون مركبة الهواء العمودية مركبة الهواء العمودية اقل من كم؟ من خمسة وتسعين او من خمستاشر ميل في الساعة يعني ايه مركبة الهواء العمودية؟ شايفين الطائرة دي كان في الفيديو؟ الطائرة دي هي ماشية المفروض بتقلع ضد اتجاه الرياح صح؟ طيب وهي ماشية كده المفروض ساعات ممكن اتجاه الرياح يغير مصاره ممكن يجي عمودي على مين؟ عمودي على الطائرة فبالتالي لازم احقق وانا بختار اتجاه الرانوي ان يكون الاتجاه العمودي عليه هبوب الرياح فيه تبقى اقل من خمستاشر ميل في الساعة ليه؟ عشان ما يسبب ليش انقلاب للطائرة تخيل كده الطائرة طالعة في اتجاه والهواء جاي عمودي عليها ايه لا يحصل؟ لو الهواء ده جديد هيخلي الطائرة ايه؟ تتقلب يبقى الشرط بتاعنا ان انا بختار اتجاه المهبط بحيث يغطي 95% من نسب هبوب الرياح يعني 95% من نسبة هبوب الرياح تبقى في اتجاه من الطائرة تبقى في عكس اتجاه اقلاع الطائرة وتكون اه مركبة الهواء العمودية على الطائرة اقل سرعة الرياح اللي تبقى عليها اقل من خمستاشر ميل في الساعة بحيث ان انا ابقى اامن والطائرة ما تتقلبش طيب نرجع تاني بقى المنطيطنا هنا هه؟ بابدأ اعمل ورقة شفافة بنفس السكيل اللي انا رسم به الدايرة اللي هي خمستاشر ميل بالاور وابدأ احطها بالشكل ده بحيث ان حفة الورقة معايا تنطبق على حفة مين الدايرة وابدأ اجمع مجموع النسب اللي جوه دي واجمعهم والله لو وصلوا ل95% وازيد يبقى هو ده اتجاه مين الرياح؟ طب له اقل من 95% يبقى مش هو ده الاتجاه اللي انا احط فيه الرنوي طب العمل بقى اعمل ايه؟ انا كل شوية بقى اعمل مع الحاجات دي؟ اقول لك لا ما اللي اربعة وستة من عشرة خلاص قريدي هم معاك الرقم او زائد زائد يبقى انا كل شوية بقى اعمل واحد وتسعة زائد اتنين وستة زائد ستة واربعة وهكذا لا المجموعة النسب دي كلها موجودة فين يا باشا؟ اهي ما انت كده كده كنت جامعهم قبل كده؟ مجموعهم فين؟ اهو تحتين هتقوم جامع ده مع اللي اربعة وستة وترجع تاني للورقة بتاحتك يبقى انت جامعة ده ومعاك مجموع ده تبدأ بقى الالة بتاحتك تشوف والله الورقة دي تقاطعت مع الجزء ده تقاطعت معها في جزء كبير ولا جزء صغير؟ اه جزء كبير اخدها معي يبقى ثلاثة واتنين طب اخد الاو بوينت تسعة لا ما اخدهاش ليه؟ لانها تقاطعت مع الجزء بتاعها في ايه؟ في حتة صغيرة خلاص فخلاص ما اخدهاش يبقى اقول ثلاثة واتنين زائد اتنين واتنين زائد واحد واحد زائد او بوينت اربعة هنا او بوينت اربعة طب هنا لا خلاص مش هاخدها وقم راح الجنب التاني اجمع او بوينت تمانية مع تنين واربعة اربعة وتسعة سبعة وسبعة واحد وتلاتة واجمع بعد كده اللي بره ده واشوف هل الاتجاه الويست ايست هيحقق لي خمسة وتسعين في المية فيه ما فوق ولا لا؟ لو احقق خلاص يبقى هو ده الاتجاه مين اتجاه الروي اللي انا حط فيه الروي بتاع وانا بصمم طب ما حققش ابدأ اعمل ايه ورقة تاني وابدأ احركها وهكذا وابدأ احركها وهكذا لغية ما وصل لاتجاه المجموع النسب اللي فيه يزيد او يساوي خمسة وتسعين في الايه في المية وبالتالي يبقى هو ده اتجاه الروي يبقى هو ده اللي انا هصمم عليه اتجاه الروي طولة ما ممكن يتغير من شهر إلى شهر افكرك تاني ان انا قبل ما بعمل وردة الرياح دي ببقى دارس اتجاه الرياح في المنطقة سرعة واتجاها على مدار السنة وطبعا الرياح على مدار السنة هتفضل موجودة مش هتتغير هتتغير مثلا بنسب قليلة جدا طبعا يبقى فيه عامل او فاكتور او فاكتور او سيفتي بياخدوه مناش داعه بي دلوقتي طيب كده خلصنا وردة الرياح تعالوا بقى على حاجة اسمها ترتيب المهبط اللي انا هبدأ احط عليه المهبط بتاعي او الرانوي بتاعي احيانا المطار مش بيبقى فيه رانوي واحد احيانا بيبقى فيه اكتر من رانوي طيب ابدأ ارتب الرانوي دي بناء على ايه او ازاي بيتم ترتيب الرانوي او المهبط تعال اول نعرف المهبط هتلاقي فيه عام يسمعها مهبط وحيد السنجل رانوي يعني مطار فيه رانوي واحد بس بعد كده فيه مهبط متوازية اسمها بعد كده مهبط متقطعة انترسكتين رانوي بعد كده مهبط متباعدة اسمها اوبين في رانوي عايزين نشوف اشكالهم بقى تعال نشوف هنا مثلا رانوي كونفجوراشن شكل هو بيوضح لك شكل كده تخطيتي او رانوي كونفجوراشن سنجل رانوي او ادي السنجل وادي البرالل وادي الانترسكتين وادي الابين في رانوي طبعا هنا بيقولك ان الرانوي كونفجوراشن يعتمد على ساعة المطار يعتمد على ساعة المطار طبعا هنا نشوف ادي هو مطار فيه سنجل رانوي مفيش الاغل رانوي وحيد ادي مطار تاني بيوضح لك البرالل رانوي ادي رانوي وادي رانوي تاني ادي مهبط ادي مهبط ادي مهبط وادي مهبط ادي مهبط تاني ادي تقطع معاها وبعد كده ادي مهبط وهو او ادي رانويهو ادي رانوي تاني اذا نشوف بقا ساعة المطار زي ما احنا نسألين ان الترتيب المهابط ده بيعتمد على ساعة المطار يعني ايه ساعة المطار والعوامل اللي بتؤثر عليها ساعة المطار يعني انا عندي كم مهبط يقدر موجود في المطار وعندي المطار بتاعي بيستقبل كم طائرة العوامل اللي بتؤثر عليها واحد طريقة ترتيب المهابط ومدى كفاءة ممرات الاتصال تاني حاجة خصائص طائرة المستخدمة حالة الجو العوامل المساعدة للملاحة الجوية وطبيعة المنطقة حول المطار كل دي من العوامل بتؤثر علي ساعة المطار والمسطح المتاح للطائرة بساحة المطار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة